سلام عليكم ازيكم يا حلوين؟ يارب اكونوا كويسين بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة فطاير تركيا هشة وسريعة جدا وأهم حاجة نهية من غير فرن أنا كنت صحية كده وش عارفة في طور ايه فأقلت عملها سريعا سريعا وبإذن الله سهلة ومقادرها موجودة في البيت يعني أحل حاجة أن المقادر أصلا اقتصادية وموجودة عندك واتقومي تعملها حالا هجيب عندي طبق وأحط فيه كوباية من المية الدفية تكون دفية وهجيب كميع معلها صغيرة من الخميرة الفورية وهضيف معلها صغيرة من السكر طبعا السكر مع الخميرة عشان يحدث تفاعل على طول والمية دفية معنا وهنقلب بالمضرب اليدوي عشان الخميرة والسكر يدوب كويس في المية هركينهم بقى على جنب شوية صغيرين كده لما الجهز بس الدقيق وبقيت المكونات البسيطة هتلاقي بقى خلاص حدث كده فوران بسيط فان شاء الله كده الخميرة نكح معنا وتتفاعل معايا بقى ادفت معلها كبيرة من الزبدة وهحط كمان معلها كبيرة من اللبن البودرة تقدري برضو لو مش موجودة خلاص ما فيش اي مشكلة يعني مش اساسي عندي بس انا مدام موجودة عندي حطتها لانا مستخدمها مية ما استخدمتش هنا حليب هدوبهم كده كويس طبعا في المية الدفية وفككهم وبعد كده هنزل بالدي الدي عندي كوبايتين من الدي نفس الكوباية اللي انا عيرتي بقى المية هي اللي انا هحط بقى الدي بس كده ورزرة ملح بسيطة شفتوا بقى المعدير سهلة جدا لو موجودة في البيت كوبايتين دي وكوبايت مية وشوية خميرة وخلاص هعجينهم بقى اللبن كويس في ايدي هي العجينة بتبقى طرية وبتلزق يا جماعة شوية دمام فهاركنها بقى دلوقتي واغطيها بالستريتش وحط فوتا وحطا في مكان يختمر انا هوريكم ان انا عشان برضو يساعد في الاختمار بسرعة يا جماعة بالذات ان احنا في الشتاء بيجيب طبق اصغر من الطبق اللي انا حط فيه وبحط فيه مية سخنة وبحطه فوق بس لما حاجة المية ما تلامسش القوع بتاع الطبق اللي فيه العجين فعشان كده بنحط طبق اصغر منه تحته وبتغطيه فعلى طول بيختمر معاكي اسرع يعني على طول بعملها في المعجنات خلاص كده هي اختمرت معايا سبتها بتاع نص ساعة ساعة الا حاجة بسيطة كده يعني هجيب عجينة شوية دقيق وهنزل عليها العجينة وهبدأ اطعها يعني انا اطعتها لعشر قطعة ممكن تعملها تمانية او ممكن تعملها عشرة لو حبها تكون حاجة وسط وهبدأ العجينة كده ألمها طبعا بدروش ناشط دي بس انتوا بقى طرية شوية فعلى حسن برضو النوع الديق يعني لو لقيتها بتلزق او ممكن تحط شوية دقيق في العجين بس هو المقدار ده كده مزبوط خلاص كورتها وركنتها بجنب بعد كده عندي طبق فيه ميا واحط فيه معلقة سكر ميا ده فيها يا جامعة وهقلبه كده كويس ومعايا سمسم السمسم هنا الاساس عندي موجود عندنا احنا بنخزنه يعنيه كده فعشان هنستخدمه كتير شوية ابصوا بقى بامسك الكرة عندي وبحطها فيه الميا وبعد كده فيه دي وبطبطها شوية لو انت عايزها سادة انا هعمل منها شوية محشية وشوية منها سادة الحشوة دي عندي عبارة عن معلقة من القرفة ولا معلقة من السكر بحب انا حشوة القرفة والسكر دي في المعجنات بتحطي كده بس معلقة صغيرة في وسط العجينة بعد ما تبضتها شوية وبتلميها زي كرة تانية وبعد كده بتحطها في الميا وبعد كده في السمسم وبتركنيهم حبة سادة تمام حبها تبقى محشية بالسكر وقرفة زي ما انت عايز خلصت كده تشكيلهم وبعد كده هنبدأ بفردهم برش رشة بسيطة برضو من دي والمردانة بتاعتك برضو يمسحها بدي بسيط وبرش سمسم على الوش كل ما احتاج معانا هتلاقيها هتلزق والحيط قومي حطها شوية سمسم عشان يبقى فاصل او عزل ما بين العجينة وما بين المردانة عشان ما تلزاش او بعد بفردها كده بالشكل ده بس خلص تنك بتاحها يبقى كويس عشان تبقى تتنفخ معاكي واحنا بنسويها بفردها كده بشكل ده بقى كده بقى طحها نصتين بالسكينة بيتوبقى يعني زي شكل الهلال كده زي الشكل زي ما احنا يعني حابين اهو بالطول كده خلي السمك يكون عالي شوية ما تبطتهاش قوي عشان تقب كده وتنفخ معانا خلص التشكيل كده ان شاء الله الكوباتين دي عملوله شوية حلوين هجيب عندي بقى طصة فيها زيت وهحط فيها زيت ومما تسخن كويس هقوم نازلة بشرايح الفطاير اللي معايا كده بصوا اسهل حاجة ان احنا مش هنشغل بقى فرن من السنة تسوية وما تخافيش خالص على فكرة ما بتشربش زيت يعني الناس هتقول كده لو والله انا خلصت قلي والزيت تحس زي ما هو وبعد كده انا ان شاء الله هصفيه من السمسم واستخدمه في حاجات تانية وبطلع برضو على مدينة المطبخ مفيش اي زيت كتير ولا حاجة يعني حاجة بسيطة بصوا اول ما بتنزلها في الزيت بتلاقوها كده نفخت معانا وتفضل كده تقلبي بتحط الزيت على وشها برضو من ظهرها عشان تبدأ تستوي معي ما شاء الله كدت جميلة جدا وطعم السمسم فيها حلو زي ما قلتلك بعد كده بسكر والقرفة تكلها كده عايزها بالعسل ماشي لو انت عاملها سيدة تقدر تكلها بالجبنة او اي حوادق زي ما تحبي حاجة سريعة ومقرمشة بقى عايزة اقول لكم بقى الطعم من بره بتحس ان هي متماسكة من بره كده وفها قرمشة بسيطة لكن من جوة طرية وانت بتشد العجينة كده او بتقطعيها بتلاقيها طرية من جوة ومنفوخة ومفتوحة كده بصراحة عجبتني انها سهلة وسريعة يعني حاجة بسيطة مكونات بسيطة من البيت وعجنتها وبعد كشفت الوراية رجعت شكلتها وتقلت على طول ما اخدتش معايا وقت في الزيت هبفتح معاكم من جوة فيها كده شدة من بره ومطة طرية من جوة حبيت او بزات اللي محشية بس كده كان فيديو النهاردة بتمنوع يكون عجبكم بتنسونيش بقى تضغط على زر لايك وكومنت حل وشارموا عصحابكم بحبيكم في الله والسلام عليكم